على مدى أربعة أيام وهذه النيران تلتهم أشجارا في أحراج السنوبر في بلدة أكروم بالقرب من قلعة الحصين إلا أن الارتفاع في درجات الحرارة أدى إلى امتداد النيران واندلاع حريق كبير في الأحراج فرق الجيش والدفاع المدني كما الأهالي لم يتمكنوا منذ صباح الأحد من إخماد هذا الحريق بسبب وعورة المنطقة وشدة الرياح من بؤرة إلى أخرى تنقلت النيران ما خلف خسائر كبيرة في الثروة الحرجية كما أدت إلى سقوط جريحين من أهالي المنطقة هما عبدالله حبيب خضر وخالد أحمد حسين بوعلي أثناء محاولتهما إخماد الحريق بما ملكت أيديهما وبعد أن وجه رئيس اتحاد بلدية جبل أكروم علي أسبر نداء عاجلا بضرورة إرسال طوافات عسكرية أقلعت طوافة تابعة للجيش من قاعدة الإقلاعات الجوية وأبشرت عملية إطفاء النيران من حوالي أربع تيام اندلع حريق بموضة أكروم بحلة الحصين جبل عبارة عن جبل يرتفع حوالي كيلو متر عن أخر طريق بوصل مشكلة الحريق أنه ما نقدر نوصل لأله بسهولة على اعتبار أنه الطريق توصل لكعبه وبالتالي ما نقدر توصل أي وسيلة نقل كنا خلال هالفترة عاما نحاول أن نطفل حريق بالوسائق البدائية كثير اليوم مندلع الحريق شكل كثير كسيف حصل تقريبا شهو 2 كم مربع من السنوبر تصلنا بوسائل العليم وتصلنا بإطفاء العسكرية إلى آخرين وبالتالي أسمر هالاتصال على أنه زاد الدفاع أرصت لنا الطوافة العسكرية المصابان حالتهما مستقرة إلا أن التخوف يبقى من حرائق أخرى تأتي على أخضر لبنان مع تقص يساهم في إشعالها ونقص في التجهيزات اللازمة للسيطرة عليها ترجمة نانسي قنقر